نحو أرماعة أشهر فقط تفصل العراق عن المجهول فيما يخص وجود محصول الحنطة في السوق المحلية من عدمه هذا ما اترفت به وزارة التجارة الحالية في سياق الأزمة الغذائية الراهنة مشكلة حقيقية تهدد أمن العراق الغذائي في الصميم وتنذر بما لا يحمد عقباه بالنسبة للفقراء ومحدود الدخل الذين يشكلون السواد الأعظم من السكان نحو عشرين عاما من هدر المال العام وسوء الإدارة وتغول الفاسدين في وزارتي التجارة والزراعة وإهمال المنتج المحلي لحساب الاستيراد من الخارج كانت نتيجتها أزمة محاصيل زراعية غير مسبوقة حسب ما يؤكد خبراء اقتصاديون نحن للأسف لا عدنا خطة زراعية مستديمة وإذا عدنا خطة زراعية أيضا تعاني معاناة كبيرة جدا بالتنفيذ من قلة المياه قلة الأسمدة وقلة المبيدات ويتبعها في النتائج أيضا عند تسليم الحاصل عدم تزديد مستحقات المزارعين وهذا أثر تأثير كبير جدا وفضلا عن عوامل الطبيعة كالتصحر وقلة الأمطار ونقص مياه الأنهار وتقلص المساحات الزراعية الفعلية إلى النصف يؤدي التازيم السياسي المقصود المتمثل بعدم تشكيل حكومة جديدة أو إقرار الموازنة المالية لعام 2022 يؤدي دورا أساسا في تعميق أزمة نقص الحنطة يعني الحنطة صحيحة دولة كبيرة كقدر ما تمتلك خزين رغم هاي السالوات العملاقة الموجودة بالمحافظات ما تقدر تخزن بها غذاء ما ست شهر أقل شي ست شهر لازم عند البلد نقابة المهندسين الزراعيين أكدت أن إهمال الحكومة حقوق الفلاحين وحرمانهم من الدعم اللازم للإنتاج يعد من أمرز أسباب نقص محصول الحنطة المزارع العراقي بدأ يشعر بألم كبير لعدم وجود هناك آلية حقيقية لحماية المنتج الوطني وما يساهم في دعمه وما يساهم في توفير المصدر الأساسي لدخله وهذا في حال توفر هذا المصدر لحماية المنتج الوطني سيساهم في تطوير قطاع الزراعي وفي توفير سلة الغذاء المؤمنة للشعب العراقي مخاوف نفاذ الحنطة من المخازن والسوق المحلية تزداد كل يوم خصوصا بعد إعلان الهند حضر تصدير القمح خارج أراضيها وأزمة نقص الحبوب التي بدأت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شهر شباط الماضي ترجمة نانسي قنقر